كانت الأطباق النازية يعني استخدمت كاستخدام تجريبي في نهاية الحرب العالمية التانية وقبل انهزام ألمانيا ما كانتش لسه استخدمت كآلة دفاعية بالقدر الكافي لكن اللي حصل إن ألمانيا تهزمت أول حاجة عملتها حكومات الحلفاء وبقيادة أمريكا بالذات وروسيا بالذات نمراه واخدين كل ده بعد هزيمة ألمانيا آه بعد هزيمة ألمانيا أول حاجة عملوها هو اخد كل ما يتعلق بالبرنامج السري الفضائي النازي وتعاملت عملية عسكرية مشتركة بين أمريكا وبين المخابرات الروسية اسمها بيبر كليب العملية دي كانت بتتبع لأن البرنامج الفضائي النازي ده كان شغال فيه يعني كم من العلماء طبعا على قمتهم علماء معينين منهم زي ما قلنا فيكتور ريشبرجر بس تحتيه ألف من العاملين عملية بيبر كليب دي كان من أحد العملية اللي وظف فيها الآلاف من المخابرات تبعين المخابرات الأمريكية ومخابرات الروسية بتتبعوا كل من عمل في البرنامج الفضائي الألماني وأخدوا يعني كانوا بياخدوهم بالعافية لدرجة أنهم يعني فيكتور ريشبرجر مكانش موافق أعطان معهم وتم خطفه وتم عزله كمين أخدوا الآلاف من العلماء ومن كان يهرب منهم كان يقتل أخدوهم على أمريكا أمريكا كان عندها منطقة تجارب في صحراء نيفيدا اللي هي سميت بقى اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي المنطقة 51 لكن دي كانت للأول كانت منطقة تجارب وكانت تجاربها اللي هي بدايات تجارب القنابل والقنابل عنكودية وقنابل نواية بتاعها عملوا فيها قاعدة كبرى جدا تحت الأرض القاعدة الكبيرة بقى اللي عملوها تحت الأرض في المنطقة 51 دي كانت بداية بقى القواعد إحنا نتكلم لسه عن قواعد الجوفة الأرضية وكده خدوا بقى ألموا كل ما يتعلق بالبرنامج الفضائي الألماني وعلمائه وأجبروا الناس دي أنه يتعمل معهم وكانت تحت إشراف يعني دخلوا معهم عملوا بقى اتفاقية كمان فيما بينهم إن مخابرات الدول الكبرى اللي هي كانت تمثل دول الحلفاء وخاصة أمريكا بريطانيا أمريكا بريطانيا بروسيا دي المنطقة 51 بس لسه هنتكلم شوية دمعة شوية على واحد وخمسين يعني هذه منطقة 51 كمان الدليل على أنه يعني إحنا نقول بعد كده زي المنطقة دي تتبع المين عشان الناس اللي هي بتنكر أن المسيخ الدجل حر وأنه يقود الحكومة العالم الخافي نتكلم في الموضوع ده عشان من الأخباطش الناس مو من نهاية راحت العملية دي جمع كل ما هو متعلق بهذا الأمر وكل العلماء المتعلقين به وأخدتهم على قاعدة سرية أنشأت خصيصا لهذا الموضوع في المنطقة 51 في جوف الأرض يعني عملوا قاعدة كبيرة في جوف الأرض عملوا جيش كامل تحت كمان قد مخابرات الروسية والمخابرات الأمريكية وزي ما قولنا قوات الحلفاء عملوا تعهد أن هذا الموضوع يخفى تماما على العالم لحين الوصول لأساسياته وإيه اللي وراه وكذا 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 كانوا عايزين يعرفوا إزاي ألمانيا وصلت لهذا التطور وما هي الخرائط وما هي التعامل مع هذه الكائنات وإيه هي الكائنات دي وكيفية التعامل معها والكلام ده مثل يعني معضلة كبيرة جدا فتم إخفاء هذا عن العالم هذا الأمر عن العالم عمدا أنه تم أخذ الوصائق دي خبوا عنهم يا خبوا الحاجات دي ولا حد يعرف بالعالم حانوا عن دي حانوا كانت الأمور دي نكمل بعد الفاصل دكتورة مايا في الربع ساعة تلت ساعة اللي فاتت كانت بتتكلم من حدوتة الحالات الفضائية دي من قرل السبعتاشر ألف سبعمائة ويمكن واثناشر في أول قرل السبعتاشر إنما أكتر ناس بدأوا يتحركوا عن هالألمان واللي هي مجموعة سمت نفسها فريل ودي كان على اتصال بقى كعبد الشيطان وحالات دي كلها وصلوا لغاية ما وصلنا في أولي التلتينيات كان تقريبا الألمان على اتصال بالعالم ده اللي هم الرمضين ده عالم آخر غير الإنسان وتوصلوا ليهم في حالات كتير وهي وريت لنا صور لهتلر وزين هتلر تاني كده ووريت لنا صور عايز أقول لحضراتكم دكتورة مايا القضية معلومات كثيرة جدا وعندها فيديوهات كل كلمة بتقولها فيه فيديو وصورة وصيقة بتأكد عليها هنستحمل بعض ونقعد يعني هنستناها إنما هي كل كلمة هتقولها هتدل عليها نكمل بقى نكمل الموضوع وبرضو أنا بأكد على حضراتك هو مش فيديو واحد يعني هي الأسف هي مليون أنا ممكن كمان هتديهم قناة كاملة على فيديوهات بيتم رفعهمنا على اليوتيوب هتديهم قناة كاملة فيها 200 فيديو مدلل على كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ومواثق مش يعني هنقدر ندي هنزلهم في الفاصل تكتبيه ونخليهم يطلعوا على وفي نفس الوقت يعني إحنا عشان الناس ما تفصلش من القصة تفهم إيه القصة فأنا هحاول نحن نتكلم ونشوف مع بعض الصور عشان الناس تكون الفكرة العامة وبعد كده إن شاء الله على كل اللي قلناه هنشوف فيديو لأن كل فيديو عايز الواحد يقول أهو كذا 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 فعايزين الناس تاخد الفكرة طيب بس لا بس في الفكرة عشان ما أبداعش طيب بس أنا عشان خطرا النهاردة اللي حضرتك هتقولي كلمتين أنت هتشرح إزاي الألمان وإزاي اللي دخلوا في هذا المشروع لسه فيه تفاصيل مهمة طيب تقولي تفاصيل بس كل دقتين تلاتة الرسائل بتبين لي وما أن الترمومتر عند الرسائل هم الغدواتي ناس إيه ما قلقنا فإحنا عايزين نقول للناس صدقونا أدهو هو غير صدقونا بس إن يا جماعة يعني معلش برضو بأكد تاني الموضوع ده ما بيتفتحش لمجرد الإصارة أو فتح موضوع مسير أو فتح موضوع نقول الحقيقة كذا موضوع ده بيتفتح عشان حاجة مهمة جدا 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 إن موضوع الغزو خديعة الغزو الفضائي اللي هنتكلم عليه وعلى كيفيتها كتنعد إنها تبتدي في 21 ديسمبر والواحد ما كانش عايز يتكلم في الموضوع ده أو يصطبق الكلام في الموضوع ده واحتمال تظهر في الفترة اللي جاية احتمال تكون قريبة واحتمال الجدوى للزمن بتاعها تأجل لأن أنا عايز أقول للناس إن موضوع 21 ديسمبر وخديعة نهاية العالم والكلام ده فيه أجهزة كاملة قعدة اسمها أجهزة مراقبة الوعي الجمعي ودي أجهزة متخصصة وهم عشان كده بيعملوا منوبليشن للناس أو تلاعب بالأفكار عشان بيدرسوا ردود الأفعال ردود الأفعال دي على مستوى العالم بترصد وبتدرس ومحطوط لها جيش من المتخصصين خديعة الغزو الفضائي كان معد إنها تبتدي من 21 ديسمبر جدولها الزمني اتأخر لكن معادش فيه وقت إن الناس تنكر معادش فيه وقت الناس ما تصدقش وده موضوع في غاية الأهمية ليس للعلم بالشيء لكن نحن عشان الموضوع ده احتمال نتعرض له ويعتمد على عدم علم الناس به والخديعة اللي هتتم عن الناس فالموضوع ده ليس موضوع من الخيال العلمي ولا كده مهم نكمل بعد ما هم أخذوا كل التقنيات الألمانية وعولماء ألمانيا وكل الملفات الخاصة بالموضوع كل الأوراق كل حاجة أخذوا على القاعدة 51 المنطقة 51 اللي هتعملت فيها منطقة جوفة أرضية أو قاعدة سرية تحت الأرض في نفس هذه الفترة اللي هو كانت في نهاية يعني في نهاية أو في سنة 45 اللي هي نهاية الحرب العالمية الثانية لأو في الوسائق من أحد الأوراق اللي خدوها خرائط تدل يعني أنا ممكن أطلب اللي هو من ملف هتلر والكائنات اللي هي الخريطة اللي كانت بتاعت هتلر للعالم الجوف أرضي أطلب الصورة اللي هي بتاعت من ملف هتلر يلا ماشي ماشي على ما يدوروا عليه لقوا الخريطة ديت وفي غيرها كمان خرائط بتدل على إن إزاي الأطباق الطائرة ديت يعني هم ما كانوش فاهمين يعني إيه إن دي الكرة الأرضية وإزاي إن بيتم دخول أطباق طائرة من فتحات معينة والخريطة دي كانت مكتوبة بلغة غريبة جدا بعد طبعا علماء اللغة وبعد كده لقوا إن اللغة دي قريبة جدا من اللغة اللي هي تسمى اللغة sans secret اللغة دي من أقدم اللغات على الأرض ويعتقد إنها لغة العالم الآخر أو مثلا الجن أو الكذا أو الكذا وهنتكلم طبعا تتعملت غيره في الصور يعني مثلا تتغيره في حاجات اسماته على صورة عشان تشلح لنا الخريطة اللي هي قبل كده اللي هي بتاعت جو في الأرض أيوة الخريطة ديت خريطة دي طبعا يعني كانت مهمة معلش نخلي الخريطة دي شوي الخريطة دي كانت مهمة جدا في وصائق هتلر لأنهم كانوا عايزين يعرفوا كيفية التعامل مع هذه الكائنات وإزاي هتلر أخذ منهم هذه التقنيات وإيه وجه التعاون وإيه وجه كذا ويعني إيه الخريطة دي والعالم المجهول تماما عنهم دوت المهم كان فيه جنرال أدميرال سوري معروف جدا اسمه ريتشارد بيرد ريتشارد بيرد دوت كان أدميرال في السلاح الجوي الأمريكي الأدميرال دوت كان حقق ميداليات لأنه هو عمل اكتشافات في القطب الجنوبي مهمة جدا كان أول من طار فوق القطب الجنوبي وسجل وعمل خريط وكذا وكذا وكان من أحد الحاجات اللي سجلها ريتشارد بيرد أنه لقى فتحة عجيبة جدا في القطب الجنوبي ما قدرش نواطير يعني لمنتصف المنطقة ويستكشفها بس لقى فتحة عجيبة جدا في القطب الجنوبي فتحة في الأرض آه فتحة في الأرض نفسها عميقة جدا يعني تعتبر فتحة مش شايف إيه جوفها وإن هي كان في الأوقات الليلية بيظهر من الفتحة دي حاجة اسمها شفق غاز أو حاجة زي إضاءة هو سموها الأرورة فيما بعد فالموضوع ده كان غريب جدا الموضوع من أنه سجل ملاحظات كتير وكذا فجأت أمريكا بعد اللي عملته مع ألمانيا والقاعدة اللي عملتها راحت موكلة الأدميرال ده الأدميرال ريتشارد بيرد ابتدت عملت مشروع كبير جدا اسمه المشروع الأحمر المشروع الأحمر ده كان يتخلله عمليات محددة يعني مشروع كبير كان عايز يكتشف إيه لعالم دوت وهل إحنا فعلا أرضنا جوفاء وهل في مدن جوفة أرضية وإيه طبيعة الكائنات ديت وإيه اللي ممكن نعرفه عنهم وإيه موضوع ده ريتشارد بيرد المهم من نهاية يعني حصل توكيل لريتشارد بيرد وتوضع معاه ستة ألاف من الأسلحة المختلفة لدى أمريكا عشان حاجتين مهمين بدايتهم إنهم ملقوا إن بعض الفيالك من أتباع الجيش النازي وكده اتجهت يعني هربت لقارة أنتارتك اللي هي القطب الجنوبي وما كونش عارفين ليه فبعد ما شافوا الخرايط دي يعرفوا إن في حاجة ناس دي بتهرب لمنطقة محددة لدرجة إن فيه وثائق بتثبت إن اللي تم عدمه ده مش هتلر بس أنا مش عايزة أفتح الموضوع ده لأن هتلر برضو هرب مع الصف وبطوعه للقطب الجنوبي لفتحة القطب الجنوبي أنا مش عايزة أفتح الموضوع ده عشان ما يحصلش يعني وعشان مش موثق لا هو موثق بس هي النقطة أنا مش عايزة أفتح الموضوع ده لأن فيه وثائق كتير بتثبت إن اللي تعدم ده مش هتلر وإنهم اضطروا يعدمه شبيه لهتلر عشان منظرهم أمام العالم لأنهم ما كنوش فاهمين إيه الموضوع دوت لايت ما يفهموه بهم إن هم بعتوا ريتشارد بيرد مع ستة لاف من القوات العسكرية لضرب أه أولا بعتوا في عملية لضرب الفيالق اللي هي بتهرب لقرة أنتارتكيا اللي هم كانوش عارفين ليه هم بيهربوا لهناك وإيه حكاية الدخول من فتحة جوف الأرض دي وما كانوش لسا فاهمين الموضوع فابتدوا إن هم يجتمعوا مع علماء روسيا ومع علماء كذا وقعدوا حاجة يعني كانت بقيادة أمريكا اسمها المشروع الأحمر ومشروع الأحمر ده يضم خلاله أكثر من عملية تحته من أحد أهم هذه العملية اللي هي تولها برضو ريتشارد بيرد مشروع اسمه هاي جامب أو القفزة العليه وهم وكله ريتشارد بيرد بعد ما هو قاد برضو عمليات لضرب الفيالق اللي بتروح وضربهم فعلا يعني آه يعني هو قام بكذا عملية لضرب الفيالق النازية اللي كانت عمالة تهرب إنما ما قدرش يقرب من الفتحة دي ده في الأول كان هما اختاروه عشان هو كان عمل رحلات وسجلها في القطب الجنوبي وقدم وكان واخد ميداليات وكان واخد نياشين أنه هو كان عامل اكتشافات مهمة جدا في القطب الجنوبي وكان أول منطار فوق قارة أنتارتكي نفسها وسجل اللي هي الملاحظات الغريبة دي ده كان في يعني كان في نهاية التلاتينات قبل نهاية الهربعامات التانية فطبعا بعد ما هما أخدوا المشروع النازي بعد نهاية العربية الأولى نهاية التلاتينات وبعد الحرب العالمية قبل التانية قبل ما تنتهي التانية قبل ما تبتدي التانية إنما هما بس تعانوا بي نتيجة الخبرات إنه هو يقود العمليات اللي هي بعد هزيمة ألماني إنه كان خبير بعد 44 يعني بعد 44 زي ما قلنا من العملية المهمة جدا اللي قدها الجنرال الأدميرال ريتشارد بيرد هي عملية هاي جامب عملية هاي جامب كانت عملية راح معه 6000 قوة عسكرية من 6000 مقاتل العملية دي موثقة وهو وثقها في يعني موثقة بكذا جانب سواء من الناحية العسكرية وسواء في مذكراته الشخصية لكن للأسف هي مذكراته الشخصية ديت تم التعتيم عليها تماما وظهرت في التسعينيات وظهرت بصورة سرية مصربة عن طريق أفراد عائلته ومذكرات دي موجودة وهنشوفها برضو في فيديوهات وهنشوف يعني ملخصة